المغيبون قسريا في العراق بعد عام 2003 ملف له عبء ثقيل على أمهات وزوجات المفقودين ولسيما حين تفقد العائلة 14 شخصا في يوم واحد وتجهل مصيرهم حتى اللحظة رغم مرور سنوات طويلة على فقدهم في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين أنا فقد 14 من بيتي والأربعة عشر من 2015 لا أعرف مصيرهم ميتين طيبين لا أعرف الحكومة قبتهم ما ديحل إشارتهم يا قوة لا أعرف عين لا تنام وقلب لا يهدأ هو حال هذه الأمة لمغيب والزوجة لمخفيا في الوقت نفسه حيث لم تدع مكانا إلا وبحثت فيه عن المفقودين لكن دون نتيجة تذكر ذو المغيبين أكدوا اعتقال جهات حكومية وغير حكومية لذويهم منذ عام 2015 وحتى الآن في إشارة للميليشيات جهتنا جهات أمنية وغير أمنية ما عارفها شين هالجهات قالت نسا عندهم حاسبة ونرجحهم وأربعة عشر ازلمة من عائلتي آني شخصيا هذو العمامي لي ومن ضمنهم أبوي وأخوي أخوي عمره 18 سنة وأبوي حوالي عمره 50 سنة شايب وولد عمي الباقيين ومن كل هذه أربعة عشر ازلمة من بيت واحد حال أدى بحسب ذو المغيبين إلى تشتت أفراد العائلة وأثر سلبا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن شعور دائم بالخسارة والفقد لكنهم يؤكدون على أنهم وإن فقدوا ثقة بالحكومة فإنهم ما زالوا يعيشون على بصيص أمل عسى ولعل أن يكتب لهم لقاء بأحبتهم يوما ما ترجمة نانسي قنقر